باسمة من أجمل الأصوات باسمة بحلقة مع الزمديرة بعض ويات وعملت نجاحات كتير حلوة باسمة بأول بداية الأغناء بلشت يعني تغني بتوفق الرأي بحديثة أنا ما أعرف أنه يمكن الصبايا بيكون عندهم مثل ما هي عم تحكي هلأ لشك أنه في مسج معين بمكان ما يعني بدك أحيانا بدك تمشي يعني بعدني كنت عم قلت أنه في ما أحب بقول كلمة مافيات فنية بس للأسف يعني بس أنه في هيك بعدنا كنا عم نحكي أنه هيك تحت الهواء عن التمثيل أنه في فنانين نجوم كتير مظلومة طب علاء بس أنا يمكن في مكان ما يعني مثلا أعطيكي بس مثال بسيط مثلا يوسف الخال من أهم النجوم بلبنان يعني كجمال شاب حلو كتير ما شاء الله كتمثيل رائع نجاحاته كتير كبيرة شو اللي بيمنع أن يكون متواجد صح يوسف حداد رودني كل هيدول الشي يعني لهم النجاحات عنده عمله وسيرين مغيبة كمان وسيرين عبد النور ليه مثلا هلأ ممكن عند الصبايا إذا ما بعفشو أصد الباسمة لا أصدى واضح أصدى واضح أصدى واضح وصريح ليه شي اللي بيعتزلوا بغض النظر إذا فيه تنازلات ولا ما فيه تنازلات ولا 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 بغض النظر عن حقيقة مضمون حديثة هون أولا ليه بيصيروا يؤصفوا على الوسط الفن هالقد وبيصيروا يحكوا عن سيدات سيدات عن دولات سيدات من الزور وعن الشرف والعرض أنا ضد بأي حدا يحكي على فنان هذه أنا معك فيها إنه ما لازم حتى لو اعتزلت الله يهدي جميع الناس ويهدينا كلنا جميعا وما يقول مش إذا اعتزلت إيمانيا وإذا اعتزلت عادي أنت معاش بدك هذه كلها هي حرية شخصية بالحياة بس إنه بدك تحترم إنك أنت فيه جمهور كان معك سنين مش عم تحترم بس إنك فنان جمهور آمن فيك وحبك مش آمن فيك صمح الله آمن بين موهبتك يعني وحبك ورافق أكسرين بدك تحترم جمهورك بدك تحترم الناس